بعدما كان كيس الطحين يحسب على أصحاب الأفران بخمسة وعشرين ألف دينار للكيس الواحد أصبح اليوم سعره يقارب الخمسة وأربعين ألف دينار وربما سيرتفع بالأيام القادمة ما إن لم تسرع الحكومة إلى فك لغز الأزمة الحالية التي تجبر أصحاب الأفران على تقليص حجم رغيف الخبز موازاتنا بارتفاع أسعار الطحين أسباب الأزمة لم تتضح لتجار الطحين حتى الساعة تارة يرمى الأمر على أسعار صرف الدولار وتارة على السياسات المتبعة من وزارة التجارة التي أكدت على أن هذا الارتفاع بسبب المستورد من الطحين فأصحاب المخازن اليوم يشكون من قلة الطلب بسبب زيارة السعر في الفترة الأخيرة والله أسعار الطحين كلها صعدته وهذا ما الحصة صار بكم سوى ثلاثين وبسبعة وثلاثين أقو من الأفران عزلت من المخابوز عزلوا قالوا ما نقدر نشتغل كلها وحت ساسة حتى شغلنا هو قف يعني كلها صعدة والسبب من هو ما تعرف يا أهل تقول لك قال لك الدولار يا ف الدولار من زمان صعد الدولار بس هسا تيجي لهنا يعني ما حد يقدر هسا حتى المواطنين قال ما يقدر يجي أخذ أزمة أخرى تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يواجهها المواطن فالخبز هو بأسعار الطحين السابقة لم يكن يكفي العائلة العراقية كقيمة مالية مقابلة قطع الخبز فما حال المواطن اليوم والأسعار تقفز إلى ما يقارب الطعف لنصف سعره يقفز كيس الطحين ليصل إلى خمسة وأربعين ألف دينار للكيس الواحد الأمر الذي يثقل كاهل المواطن فبهذا الارتفاع يجبر صاحب الفرن على تقليص حجم الرغيف موازة بارتفاع أسعاره من بغداد محمد كراس قناة التغيير اشتركوا في القناة